بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا دكتورة سوسا ناجي التميمي وهذه قناتي إذا لم تكونوا مشتركين في القناة رجال اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو أريد أن أنصح مرضى الحمى الذؤابية أو مرضى الذئب الحمراء سيستيم كلوبوس نصيحة مهمة هؤلاء المرضى بالعادة يكون لديهم دواء يسمى HCQ هذا الدواء الـ HCQ إذا كنت تستخدمه لا بد من مراجعة طبيب العيون لأن هذا الدواء إذا لم تنتبه له وتراجع طبيب العيون يعني احتمال كبير ممكن أن تفقد أو تفقد بصرك نهائيا فهذا الدواء لا بد يعني أي مريض حمى ذؤابية لا بد أن هذا الدواء موجود عنده بالذات إذا كان الاستخدام أكثر من خمس سنوات هنا تزيد الاحتمالية تأثر العين فلا بد من مراجعة طبيب العيون حتى يفحص عينك وينظر إذا كان بإمكانك أن تستمر على هذا الدواء أو توقفه لأنه إذا أثر على العين لن تكون العملية العكاسية ستصاب بالعمى النصيحة الثانية مرضى الحمى الذؤابية الذين يمشون على هذا الدواء لأنه هذا هو أهم دواء في الحمى الذؤابية الـ HCQ طبعا هؤلاء نحن الآن في جائحة كورونا يعني بمجرد أنه واحد عنده وجع بالحلق أو كذا المضاد الحيوي الذي يسرب بالعادة هو ماذا؟ أزيتروميسين تمام؟ دواء الأزيتروميسين الأزيتروميسين أو مثلا الكلاريثروميسين أو هذه العائلة بالعادة ممكن أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى تأثير يعني تأثير في كهربائية القلب مع الـ HCQ سيزيد هذا التأثير ويؤدي إلى يعني شيء يسمى long QT interval ممكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ فالمريض الذي يمشي على الـ HCQ لابد عندما يذهب لأخذ المضاد الحيوي يخبر الصيدة لاني بأن يختار له مضاد حيوي مناسب مضاد حيوي آخر غير هذه المضادات التي ستؤدي إلى التأثير يعني مع الـ HCQ إلى التأثير على كهربائية القلب في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نالي عجابكم إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وفي أمان الله